بعد سنة كاملة من الابتزاز بتعطيل النافعة واحتجاز الداتا فرضت شركة إنكريبت على الدولة تسديد مستحقاتها القديمة على أساس سعر صرف الدولار الحالي كيف وصلنا لهن؟ سنة 2013 قررت وزارة الداخلية تلزيم تشغيل النافعة لشركات خاصة مع استلامه الوزارة أصار نهد المشنوق على إجراء المناقصة ضمن وزارته مش عبر إدارة المناقصات وطلب دمج عدة صفقات بمناقصة واحدة ولشركة واحدة تتولى إصدار رخص السواقة ودفاتر السيارات ولوحات السيارات ومكنة للتسجيل السيارات تبين دغرق أن المناقصة المشبوهة معمولة عقياس شركة إنكريبت مملوكة من زميل المشنوق بطيار المستقبل وقته النائب السابق محمد الأمين عيتاني أسس عيتاني شركته سنة 2013 وبعد مرور سنة واحدة ربح سبع مناقصات بقيمة 315 مليون دولار ومن جوازات السفر لتصريح العمل ودفاتر السواقة والسيارات هايما نعيتاني عمجال إصدار البطاقة البيومترية تركيب مناقصة النافعة عقياس إنكريبت حصل عبر عدة ألعاب واحد نصت المناقصة على اختيار الشركة الأفضل مش العرض الأرخص ومعيار الأفضل كتير فطفل اثنان طلبت المناقصة تقمين كفالة ضخمة بهدف استبعاد الشركات الصغيرة والمتوسطة وبعد اختيار إنكريبت تقلصت قيمة الكفالة وتقصتت على سبع سنين ثلاثة دمج عدة سفقات بمناقصة واحدة استبعت شركات المعلوماتية اللي كان فيها تقدم خدمة مميزة بإدارة داتا السير بس ما بتتخصص باتباعة البطاقة البيومترية مثل إنكريبت أربعة كان في علامات استفهام حول دفتر الشروط اللي طلب من الشركات أخذ بصمات المواطنين رغم إنه هالداتا موجودة بالأمن العام أو وزارة الداخلية بعد ما حصلت إنكريبت على السفقة فتح ديوان المحاسبة تحقيق خلص الخبير المكلف تحقيقاته بس ما مضى التقرير ولا أخذ أتعابه من الدولة اختفى بشكل غامض وإيجاه فجأة عارض مغري للعمل برة سنة 2023 كانت الشركة قبضة 123 مليون دولار من أصل مستحقاتها لباقة 174.98 مليون دولار رفضت الشركة تقبط باقة المبلغ بالليرة ووقفت شغل ورفضت سليم الداتا وباسورد السيستم للدولة ومن وقتها أخذت إنكريبت النافع رهينة وبدل ما تتحاسب إنكريبت قرر ديوان المحاسبة تمديد عقدة وسمح بدفع المستحقات على أساس سعر الصرف الحالي وهيك رح ترجع النافعة تشتغل وتكافأت إنكريبت على الصفقة المشبوهة وعملية الإبتزاز اللي مارسته بحق الدولة ترجمة نانسي قنقر